في القورة في القسم الثالث الأدية خلاص حجزت مقاعدها وصعدت في المجموعة الأولى صعد النصر للتعدين ومنقول له مليون مبروك المجموعة الثانية مركز شبان إينا عفواً صعد ومنقول له أيضاً مليون مبروك أسمنت أسود والآخر اللافيينة صعد مستقبل وطن أيضاً صعد في القاهرة في الجيزة عفواً العبور والتحاد الشرطة ولكن العبور أقرب للصعود خلاص كارابة سماعيلية نبرو أيضاً صعد وطنطة في مجموعة كف الشيخ وأيضاً النادي جمهورية شبين النادي الشعب الجميل بقارة طنطة طبعاً مليون مبروك صعد كمان عندنا بروكسي وهلال الضبع دول الاثناشر فليل لصعد ناشر فليل لصعد طبعاً بنبرك لهم أكيد يعني عمل ومجهود يعني كويس جداً يشكروا عليه طبعاً الأجهزة الفنية واللعيبة واتمنى بقى أنهم ما بطلعوش يعني ضيوف كده خفافة على الممتاز به لأن الممتاز به ما بتطلع من درجة لدرجة بتبقى فيه إمكانيات تانية ظروف تانية والكلام ده كله فألف ألف مبروك وأعتقد أن فيه بعض المدربين اللي أثبتوا كفايتهم في دور القسم الثالث فيه طبعاً محمد حسن في مستقبل وطن في عمر الدالي في العبور فيه نبروك الدماني طبعاً ده ملك الصعود ما شاء الله طرق الصعود في نبروك فيه أحمد جيوشي عسام شعبان في شبين في شبين أحمد جيوشي في لفين طبعاً يمكن برضو يمكن دكتور عطيها السايد هو اللي بدأ معهم بداية الموسم من الناس الكبيرة جداً فيعني طبعاً ببرك لهم فتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله في الممتاز ده شيء جميل جداً فيه أندية أيضاً شعبية زي طنطا وجمهورية شبين شبين يعني أنا سعيد إن هم رجعوا برضو على طول طبعاً سرعة الشرقية من يوم ما نزلت مش عالفة ما أنا بقول لحضاك اللي بيقعد في الدور ده ما بيصعدش على طول بيقعد بقى يخد له 3, 4, 5, 6 سنين ما بيصعد فالحلاوة في طنطا وشبين إن هم اشتغلوا على العودة سريعاً يعني طنطا جابه مدير فني متخصص دماني حاجة حاجة محترمة جداً وإعصام شعبان كان نجم كبير في جمهورية شبين كان لعيد أفضل نجم الكثم لا لا كان لعيد هاي كور السبت عندي زمان كان زيكو على طول يعني رجله حساسة كده كان بيحط الفولات بشكل كويس فطبعاً يعني سعيد بيهم إن هم رجعوا لإن طبعاً نادين كبار جداً وأندية كبيرة جداً وأندية عريقة يا دكتور طيب يعني برضو شايف دوري القسم الثالث السنة الجاية حيصعد ثلاث فرع فقط ما هذه طبعاً عشان خلاص الدور دور المحترفين حيبق بعض وعشرين فريق في القسم الثاني والله يا دكتور أنا يعني زي ما قلت الحركة إن أنا بقيد القرار دوت وإن اتحاد الكورة الموجود الحالي إدى مهلة للأندية دي حاجة كويسة يقول لهم كمان سنتين هيبقى فيه كذا فيبقى فيش حجج اللي ينزل ينزل بقى واللي يهبط يهبط واللي يصعد يصعد أنا أديتك مهلة سنتين عشان تستعد عايز تبقى موجود في الأضواء والأندية القوية هي كرة كده